بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بكم بمدارس الهدر محمدية التعلم عن بعد معكم المعلمة بشراء عبدالله مدد الرياضيات للصف السابع درس اليوم وهو الاحتمال التجريبي الدرس الماضي كان بيحكي عن الاحتمال النظري شو يعني احتمال نظري؟ يعني اللي هي عدد عناصر الحادث على جميع النواتج الممكنة أما الاحتمال التجريبي بيعتمد على تجربة إحنا قمناها وسجلنا النتائج فكيف دطل الإحتمال التجريبي هو عبارة عن عدد مرات وقوع الحادث اللي أنا طالبته على عدد مرات إجراء التجربة لو أخذت مثال من كتابة كتاب الطالب صفحة 153 المثال بيحكي لي اندور ليت مؤشر القرص المجاور عشرة مرات فكانت النتائج كما في الجدول الآتي باللون الأحمر تكرر مرتين واللون الأصفر تكرر خمس مرات واللون الأخضر تكرر ثلاث مرات بده يعني أعمل احتمال التجريبي لتوقف المؤشر عند اللون الأخضر تجريبي يعني كم مرة ظهر اللون الأخضر؟ ثلاث مرات ظهر عدد مرات إجراء التجربة كانت معي عشرة فإذا احتمال إجراء التجربة حتكون معي سؤال رقم 3 حنحله هون فحتكون معي 3 اللي هي عدد مرات ظهور الأخضر على عدد مرات إجراء التجربة حتكون معي عشرة هلأ طالب مني السؤال رقم 4 حكي لي هون توقف المؤشر عند اللون الأصفر طب عند اللون الأصفر كم مرة تكرر معي؟ تكرر معي خمسة عدد مرات إجراء التجربة كانوا عشرة فكانت خمسة على عشرة إذا بدي أعملها بأبسط صورة بقس مع خمسة بقسة مع خمسة بتطلع معي واحد على اثنين هون بكون معي بأبسط صورة من خلال الاحتمال التجريبي عندنا إذا قارننا مع الاحتمال النظري المقابل إليه بإمكاني أحدد إذا كانت التجربة العشوائية اللي أنا قمت فيها عادلة أو لا عشان نفهمها كيف تعملها رح نأخذ أتحقق من فهمي يحكيها قرص دوار مقسم إلى أربعة أقسام مرقم من واحد حتى أربعة عند تسجيل الرقم الذي يستقر عنده المؤشر كانت النتائج كما في الجدول ظهر الرقم واحد عشر مرات والرقم اثنين عشر مرات الرقم ثلاثة تسع مرات والرقم أربعة إحداش المرة بدي أبين إذا كانت التجربة عادلة أو لا عشان أبين أوش بدأ طلل الاحتمال النظري الاحتمال النظري إحنا هاخدنا هون حتكون متساوية يعني احتمال ظهور الرقم واحد هيكون واحد على أربعة هو نفسه وظهوره مرة واحدة على أصل أربع اقتراحات أنا عندي هون ظهور الرقم اثنين نفس الإشي مساوي إله ظهور الرقم ثلاث مساوي برضو إله وظهور الرقم أربعة مساوي لبعض إذن الظهور عندي النظري أو الاحتمال النظري عندي حيكون كلياتهم اللي هو واحد على أربع أو ربع هلأ بدي أشوفي التجريبي احتمال تجريبهم بختلف على حسب التجربة اللي أنا قمت فيها فإذا أخذت مثلا احتمالي التجريبي إذا أغير اللون بس هون عندي هلأ تجريبي للرقم واحد باللون الأخضر حنحلها فعندي نكتب تجريبي هون للواحد تساوي ظهرت عشر مرات من أصل كم تجربة نجمع عشرة وعشرة عشرين وعندي هون تسعة تسعة وعشرين وإحداش أربعين إذن عشرة على أربعين معي الاختصار بتطلع معي واحد على أربع تمام نشوف رقم اثنين رقم اثنين برضو ظهرت عشر مرات من أصل عشرين فحتكون مساوية لواحد فممكن أحطها أنا مساوية لواحد وأختصر على حالي إيش خطوة واحدة على رقم ثلاث الاحتمال ظهور العدد ثلاث أو الرقم ثلاث عندي هون شو احتمالية ظهور الرقم ثلاث هون معي؟ احتماليته تسعة على عشرة ايه تسعة أسف على أربعين فاحتمال ظهور الرقم ثلاثة معي تسعة على أربعين تمام تسعة على أربعين تقريباً قريب من الربع هو صح مش مساوي للربع لكنه قريب جداً منه آخر إيش معي ظهور الرقم أربعة ظهور الرقم أربعة هون بالأصفر كتبناها اللي هي 11 على أربعين شو يعني 11 على أربعين؟ برضو قريب من الربع برضو قريب من الربع هون فبالتالي طالما كله قريب من الربع يعني هون واحد قريب من الربع اثنين قريب برضو من الربع أصفر مساوي لها واحد واثنين ثلاثة قريب من الربع والأربعة قريب منها إذن هل التجربة كانت عادلة؟ نعم كانت عادلة نكتب نعم السؤال هون بيحكي لي رصدت رصدت أسفر رصدت عدد الأيام الماطرة في آخر 12 يوم من شهر آذار فوجد أنها يومان معت 12 يوم الأخيرات بصار عندي مطر فيهم بيومين من شهر آذار إذا استمر هطل المطر بالمعدل نفسه كل 12 يوم بمطر يومين فكم يوما من المتوقع أن يكون ماطرا في شهر نيسان؟ تمام أول إشي بطلع الاحتمال التجريبي عندي الاحتمال التجريبي عندي هون لشهر ثلاث يساوي واحد على الستة اللي هو أصلا من وين إجت؟ إجت يومين من كل 12 اليوم فكانت 2 على 12 بعد الإختصار حتصير معي واحد على ستة تمام أنا ما بدي شهر آذار أنا بدي بشهر نيسان كم يوم ماطر بيكون فيه إذا استمر الهطل بنفس المعدل تمام بنيسان كم يوم؟ 30 يوم رح أضرب بهذا المعدل بيكون عندي فالتلاتين طرب واحد على الستة لأنه نيسان 30 يوم إذا اختصرت بطلعه خمس أيام ماطرات إذن معدل الاختصار ثلاثين قسمة ستة بتعطيني خمس أيام ماطرة في شهر نيسان إذا انتقلنا إلى صفحة 156 من كتابة كتاب الطالب عندي هون تجربة صارت رمي قطعة نقط مئة مرة معناته عدد إجراء التجربة مئة مرة وسجلنا الوجه العلوي لها بدي أنا احتمال تجريبي لظهور صورة أو ظهور كتابة الآن ظهور صورة ظهرت معها 37 مرة من أصل مئة فإذا ظهور الصورة تحتكون 37 على مئة أو 37 بالمئة من كتبها طب ظهور الكتابة كان 63 وعدد إجراء التجربة كانوا مئة فإذا 63 على مئة صفحة 157 الأسئلة 3 و 5 و 6 تاب على نفس الجدولين عندي هون قرص مدور بيحتوي على أربع أقسام من واحد حتى أربعة أدار ميسون هاشم القرص وسجلوا بعض الأرقام اللي طالبوا مني سؤال رقم 3 كم مرة أدار كل منهما القرص عشان أعرف كم مرة عملت التجربة ميسون بجمع التكرار فبيطلع عندي إذا جمعتهم 32 زائد 17 زائد 28 زائد 22 بيطلعوا مئة مرة إذن ميسون مئة مرة طيب كم مرة هلأ عندي هاشم عمل التجربة هاشم عملها 11 زائد 14 زائد 10 زائد 15 بيطلعوا 50 مرة فإذن هاشم 50 وميسون مئة سؤال رقم 3 جوابته باللون إلى أخضر سؤال رقم 4 بيحكي السؤال كالتالي نريد الإحتمال النظري لتوقف المؤشر تمام الإحتمال النظري عندي هون هلأ هون عندي كلياتهم حيكونوا إحتمال أول زائد تساوي إحتمال ثاني يساوي إحتمال رقم 3 تساوي إحتمال رقم 4 وهو يساوي الربع إذن جميع الإحتمالات هون عندي تساوي ربع إذن 1 رح نكتب الجملة اللي حكيتها هون هلأ عندي هون إحتمال التجريبي لتوقف المؤشر إحتمال التجريبي هون رح نكتب بهم عدد مرات إجراء التجربة يعني بالنسبة لهاشم هون كان عدد إجراء التجربة رقم 1 تساوي أو ظهور الرقم 1 أسف 1 على 50 مواحد 11 11 11 على 50 واحد ظهر 11 المرة تمام بالنسبة له ميسون واحد كم مرة ظهر 33 على 100 يعني 33% تمام هلأ بالنسبة له الرقم 2 الرقم 2 عند هاشم ظهر 14 المرة فإذن 14 على 50 عند ميسون ظهر 17 المرة سيكون 17 على 100 هنكمل بنفس الطريقة لـ 3 و 4 في التجربة هاي عندي بعد محلتها منلاحظ أنه كانت كل النتائج قريبة من 25% قريبة من الربع بالتالي هي كانت تجربة عادلة للهاشم ولميسون تجربة عادلة إلهم عزيزي طالب عليك حل الأسئلة من 1 حتى 5 صفحة 40 ودمتم في حفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر